موسيقى يوم القوة السياسية تدعو لفرض العزل الشعبي على الفلول الأهرام الصفحة الأولى إضافة مادة للإعلان الدستوري تنظم تصويت المصريين في الخارج الأهرام الصفحة الأولى بتقاطر رقم القومي بالمحمول الشروع الصفحة الأولى دميات تحت الحصار من جديد المصر اليوم صفحة الأولى المجلس العسكري والحكومة يكلفان إعلاميين سراً بإنشاء هيئة لتنظيم الإعلام الأخبار الصفحة الأولى 65 مليون دولار من أمريكا لمنظمتين و296 مليون جنيه من قطر والكويت لجمعية سلفية ده بقى عالي كده يعني نبقى عالي كده نبدأ على طول وأول خبر معنا من جريدة المصر اليوم الخبر الأول في المصر اليوم عن أن إسرائيل بتعزز قدراتها العسكرية والاستخباراتية على الحدود مع مصر وأن فيه بن يمين بن العزر وهو عضو في الكنيست الإسرائيلي بيدعو بن يمين تنياهو رئيس الوزراء وبيدعو وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الاستعداد لحرب قد تحدث مع مصر وده بناء على ما نشر من تقارير صحفية إسرائيلية من أن هناك حالة من حالات الخوف والقلق الشديد جداً داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية من التحول اللي بيحصل في مصر في الوقت الحالي ما هو نعيس عرف إيه اللي خلي الموضوع يظهر مرة تانية خلونا نتفق على حاجة مهمة جداً أن إسرائيل تدرك تماماً أن مصر مقبل 25 يناير ليست هي مصر ما بعد 25 يناير إحنا شفنا حتى هم من خلال بعض التصريحات اللي كانوا بيقولوها على الرئيس السابق أو الرئيس المخلوع وسميه ما شئت كانوا بيقولوا عليه أنه هو كنز استراتيجي لإسرائيل وأنه كان بيحمي مصالح إسرائيل في المنطقة بشكل كبير جداً لكن إحنا بعد الثورة أصبحت الإرادة الشعبية هي التي تتحدث الآن ولم يعد الأمر يتعلق بمواقمات سياسية من أي نوع أو تعزونات سياسية من أي نوع وإن كان هناك التزام من كل أو من سيأتي على رأس السلطة في مصر بالالتزام بالاتفاقيات والتعهدات الدولية اللي بيننا وبين إسرائيل ولكن من واقع اللي بيحصل في الفترة الأخيرة أنه ظهر على الساحة ظهور للإسلاميين ولهم بعض الأراء التي قد تكون أضافت مزيد من الرعب لإسرائيل في الفترة الأخيرة وهنا المحللين الإسرائيليين شايفين أنه احتمالات المواجهة مع مصر سوف تكون قائمة لحد كبير جداً في خلال الفترة المقبلة ومن هنا كانت المطالبات بالاستعداد لمواجهة مع مصر يعني هو عايزين يكونون مستعدين لو حسرت مواجهة مع مصر في كل الأحوال المسألة دي الحقيقة مسألة الأمن القوم من مصر طبعاً هي مسألة نعم دي أفاش نقاش وضوع منتهي تماماً ولكن في حالة من حالات مش عايزة أقول حرب بردة ولكن إحنا شايفين أنه في حالة من حالات التنشنز في صعوبات شوية موجودة دلوقتي وإحنا شايفين أن إسرائيل خايفة جداً ومتأهبة وحتى حادث استشهاد ستة من جنود المصرين على الحدود كان واضح جداً أن إسرائيل في حالة تحفظ وفي نفس الوقت حالة عدم سيطرة شوية ولكن اللي أنا أوثق منه تماماً إحنا شايفين حتى بفترة الأخيرة في عدد من المناورات ومشروعات التكتيكية والعسكرية التي تمت على أرض مصر وده يعني توصل رسالة واضحة جداً وصريحة إلى أن القوات المسلحة المصرية قادرة على رد أي شيء قد يقع في مصر وإحنا لن نتمنى إطلاقاً في الدخول في أي حروب في المنطقة خلص خلينا نرور جديد المصر يوم الصفحة الأولى انفراجة في معركة الوثيقة واتفاق على تعديل مواد الجيش واللجنة التأسيسية يمكن طبعاً أنا أسيب لك أنت التعليق عشان يعني شوف يا دينا إحنا عندنا من وقت للتاني مصر عشان إحنا مش عندنا نظام قوي لإدارة الأزمات وكمان اتضح حاجة مهمة جداً بعد صورة 25 يناير خلونا نقول أن كشفت عبرت مصر أن مصر ليست إلى حد كبير دولة مؤسسات إحنا كنا بنسمع عن دولة المؤسسات دولة المؤسسات دولة القانون وإلى آخر ولكن واضح أن إحنا مش عندنا مؤسسات بالمعنى المتعرف عليه واضح أن إحنا مش عندنا أحزاب وقوة سياسية بالمعنى المتعرف عليه واضح أن إحنا مش عندنا نخبة بالمعنى المتعرف عليه كمان إحنا لما بمص النهاردة على أرض الواقع بتشوف المواطن العادي المواطن المصري وما هي حساباته بنجد أن حساباته بعيدة تماما عن كل ما يتحدث عنه القوى السياسية والأحزاب والنخب الثقافية أو المثقفين اللي موجودين في مصر الناس بتتكلم في مسألة مثلا الدستور أولا والانتخابات أولا بنتحدث على طب نفعل الطوارئ ولا ما نفعلهاش ما كل دي حاجات كانت بتمثل ضجة دلوقتي الضجة اللي موجودة على الصحة في مصر هي وثيقة الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء واللي كان بيتحدث فيها عن وضع خاص شوية للمؤسسة العسكرية من موجب المادتين تسعة وعشرة ونقطة تانية بتتعلق باللجنة التأسيسية اللي هتعمل الدستور وشفنا حالة جدل كبيرة جدا وحالة في بعض القوى بتؤيد ولكن تتحفظ على بعض المواد وفي قوى أخرى ترفض الوثيقة تماما وفي قوى أخرى تؤيد الوثيقة على طول الخط وشفنا الفترة اللي فاتت بقى شد وجذب ودعوات لمليونية مثلا بتاعت يوم 18 نوفمبر المقبل الجمعة اللي بعد بكرة على طول الخطوة الإسلامية بصفة عامة وشفنا ما نشر في بعض الصحف إن المجلس العسكري بيعقد لقاءات مع مجلس الوزراء وبعض القوى السياسية علشان يقفوا ضد الإسلاميين يعني حقيقة مسألة كبيرة جدا واحتلت المنشتات في الصحف النصرية على مدار الإسبوعين الماضيين الحقيقة في مقابل بقى تراجع أمور تانية محدش بيتكلم مثلا عن مسألة الأسعار وعدم ضبط الأسعار محدش بيتكلم على الوضع المروري على سبيل المثال محدش بيتكلم على الوضع الأمني محدش بيتكلم على محاكمات رموز النظام السابق محدش بيتكلم يعني لو نلاحظ إن كان دايما في الصفحة الأولى في كل الجرائد مثلا التأجيل محاكمة قتلة صور كذا الأخبار دي دخلت كلها في صفحات داخلية وأخبار صغيرة يعني مسائل يعني ده اللي بيحصل كل شوية إن بيبقى فيه قنبلة بتنفجر وكلنا بنبص عليها ولكن بنسيب المسألة الأكتر أهمية في كل الأحوال معركة الوثيقة فيه اتجاه لتعديل المادة 9 والمادة 10 اللي خاصة بالمؤسسة العسكرية والرقابة على موازنة المؤسسة العسكرية إنها لا تناقش في الجلسات العامة للبرلمان ولكن تناقش في إطار لجنة الأمن القومي داخل البرلمان ممكن ده هيرضي بعض من القوة السياسية بس القوة السياسية الأخرى اللي بتدعو لمليونيات اللي تكون موجودة في التحريم متهيقلي الكلام ده مش هيبقى هو حصل بالنسبة للتعديل اللي هو طرح هو مسألة الجيش التعديل التاني يتعلق باللجنة التأسيسية يعني مش 80 بس يعني ما هو إحنا قلنا 80 هيكونوا من خارج البرلمان و20 من داخل البرلمان فيه كلام يعني هيزيد النسبة بتاعة تمثيل البرلمان في المسألة بشكل يعني يرضي جميع الأطراف لكن أنا يهميني الحقيقة قبل ما نرضي أي قوة سياسية موجودة على الأرض مصر نرضي مصر نفسها بسبب ده لازم يكون هو المحك ولازم يكون هو ده الترحة بتاعنا طول الوقت فيه تلت ردود فعل فيه فعل بيقول أن احنا خلاص يعني إذا كانت هذه الوثيقة مجرد وثيقة استرشادية وفقا لتصريحات الدكتور عالي السلمي إذن فإن مسألة المليونية دي لا محل لها من العراب وإحنا مفيش مشكلة أما إذا كانت هذه الوثيقة لن تكون استرشادية وستكون ملزمة الإخوان المسلمين على سبيل المثال من خلال حزب الحرية والعدالة قالوا لا إيه بحنا كده هنشارك في المليونية ونفس الأمر الجماعة الإسلامية ولكن حزب النور السلفي على سبيل المثال قال إحنا أصلا رفضين نبدأ الوثيقة ككل في كل الأحوال المعركة الوثيقة ما زالت مستمرة وأعتقد أنها هتمتد كمان للأسبوع اللي جاي إلى أن يخرج المجلس العسكري ليحسم هذا الأمر ده صحيح يمكن فعلا إحنا في انتظار خروج فعلا المجلس العسكري وهو اللي هيحسم موقف الوثيقة من جارية المصر اليوم والقوة السياسية تدعو لفرد العزل الشعبي على الفلول يمكن بيطلع قرار وبعد كده بيصدر قرار تاني إحنا في كل الأحوال أحنا لا نشكك في القضاء المصري ولا نزالة القضاء المصري ولكن صدر حكم من محكمة القضاء الإداري في المنصورة بمنع فلول الحزب الوطني من التراشح في الانتخابات البرلمانية ثم جاء قرار المحكمة الإدارية العليا برفض هذا القرار وكان برضو لما صدر هذا القرار حصل برضو حالة من حالات الجدل وكل تصحف اتكلمت فيها طب ده هيندرج على كل المرشحين أه ولا في المنصورة بس طيب هي الإدارية العليا لما رفضت هذا القرار هل ده معنى أنها بترفضه على الإطلاق ولا بترفضه بس يعني يتنفس بس في المنصورة يعني جدل كبير جدا برضو عادنا نخش في جدل ونمسك في فرعيات وصدنا المسألة الأصلية ولكن هنا لما القوى السياسية بتدعو لفرض عازل شعبي على الفلول أعتقد أنه هو ده الأجدر لأن في النهاية خالص أنا المواطن أنا اللي هروح أحط صوتي في الانتخابات وأنا اللي هنتخب أو لا أنتخب في رول الحزب الوطني هذا الأمر يعني أرجو بتمارس أنك بتمارس ديمقراطية وعايز يكون في مصر ديمقراطية حقيقية ومجل الشعب حقيقي يعني بيعبر عن احتياجاتك وطموحاتك علشان نرتقي بمصر كلنا الصوتنا السنة دي هيفرق زي ما بريقوله ومن هنا فكرة أن أنت لا تصوت لفلول الحزب الوطني أنا هنا لا أستند إلى أي فتاة شرعية من اللي احنا شوناها في الفترة اللي فاتت ولكن أنا بستند إلى وقائع أنا لا يعنيني في النهاية هذا النائب هو يمثل كذا أو كذا أو كذا ولكن كل ما يعنيني هو ما هو شكل الأداء بتاعه مثلا اللي بيقدمه البرنامج اللي انتخابي وهل نحن لدينا برلمانين حقيقيين أم نحن لدينا ما يسمى بنواب الخدمات مصر في الفترة المقبلة محتاجة نواب مشرعين مشرعين صح مش نواب خدميين نواب الخدميين ده أي حد ممكن يعني له القدرة أو يعرف حتى صالح الناس على بعض يعمل الكلام ده رؤساء الحي عارف زي زمان كده شيخ الحارة زي ما بيقول ولكن احنا محتاجين نواب مشرعين مصر دخل على فترة مهمة جدا وعلشان كده محتاجين فيه قوانين حقيقية تعبر عن مصالح الغالب الأعام من الشعب المصري وليس مصالح في قد دقيقة جدا زي ما كان موجود في الفترة الماضية ومن هنا الناخب لما بينزل علشان يحط صوته هو بيرشح من يستطيع أن يقوم بهذا الدور ومن هنا وسائل الإعلام عليها دور كبير جدا لازم توضح لنا ايه هي المواصفات بتاعة المرشح ده او النائب البرلماني وانا ازاي اختاره وايه هي المحددات بتاعتي وده طبعا دور مهمة جدا لازم كلنا نشارك فيه في بعض المبادرات حتى موجودة وحتى كمان موجود على الانترنت كمان انه تغيرت ازاي تختار المرشح ازاي بتعرف دايرتك ازاي ومتهالي الناس كلها مش عارفة يعني حتى بيبيت على تويتر وفيسبوك وكل حاجاز طب ازاي هنعمل دا ازاي هنعمل دا انت مين في دايرتك مين مترشح طب مين كزا مين كزا بس هي الفكرة نفسها ان احنا القوائم يمكن كل وقت هستند للقوائم بحسب فيه كتلة المصرية في حزب الحرية والعدالة فيه كزا فيه كزا وفي نفس الوقت عندك الفردي الفردي هو المتهيقلي اللي هيبقى عندنا فيه مش مش عايز تقول مشكلة عشان بس ما نصعبعش عن نفسنا بس هي الفكرة اتعرف على الشخصية اكتر بالزبط عشان اقدر اختارها دا مهم جدا في كل الاحوال مسألة انا نفسي البرلمان دا في الاخر يعني عامل زي ما يكون ماتش كورة واحنا كلنا احنا الشعب كل واحد يقدم افضل معانهم بالزبط واحنا بقى في الاخر احنا اللي نختار ويبقى فيه جدول زمني لكل مرشح مش قصد يعني لكل برنامج ويتقلي مثلا انا حامل كزا في التعليم ولو في وقت معان ما حصلش اللي حصل يعني مني ما تنتخبوليش تاني الشعب هو اللي الشعب بالزر هو اللي هيقوله هو كلمته في النهاية خالص وهو اللي هيفرض العزل الشعبي على كل الفلول وبمناسبة الفلول دي عايزين نقول ان المسألة لا تتعلق بعضاء الحزب الوطني المنحل ولكن تتعلق كمان بالناس اللي كانت عندهم مصالح متشابكة مع وجود الحزب الوطني المنحل وايضا المتعاطفين فكريا مع الحزب الوطني المنحل فالموضوع مش بس على قد الأعضاء لازم يكون فيه نظرة أكثر شمولا لمصر كلها وليس لمصالح ضيط نا صحي الأهرام الصفحة الأولى إضافة مادة لإعلان الدستوري تنظم تصويت المصريين في الخارج مازالت برضو المسألة دي مستمرة معنا شوية حتى الآن ولكن في النهاية خالص أصبح هناك اتجاه الآن من الدولة لمنقشة هذا الأمر ويناقش اليوم في مجلس الوزراء مسألة إضافة مادة للإعلان الدستوري بتنظم تصويت المصريين في الخارج والحقيقة فيه سنرها كتير جدا كانت مطروحة في الفترة الماضية لازم المصري المقيم في الخارج بيروح للسفارة أو البعث الدبلوماسية أو القنصرية علشان يسجل اسمه وانيته للتصويت في الانتخابات لكن تقرأت إن كان فيه مصريين كثير جدا نبتدوا في بلاد معينة تم تسجيل أصواتهم بدأ بالفعل في بعض الخنصريات وهيكون فيه دفاتر وسجلات لتسجيل هذه البيانات علشان في النهاية خالص كل ناخب مصري مقيم في الخارج حينتخب وفقا برضو لمقر إقامته في مصر والمسألة دي هتحدد بشكلها النهائي في خلال أيام وفقا لتصريحات كمان من المصرشة عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العلية الانتخابة حسن كل حاجة بتحسر على آخر وقت بس يا ربي يكون خير يعني هو الحقيقة إذا كنا بنتكلم أن ثورة يناير كشفت بعض العورات اللي موجودة في مصر فهناخد وقت فهناخد وقت وبعدين عايزين برضو نقول حاجة مهمة جدا يا جماعة أنه عندما قامت ثورة 25 يناير وحتى بعد التنحية الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن لدينا رؤية لما بعد إسقاط رأس النظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك بعكس مثلا اللي احنا شايفينه في تونس معكس اللي احنا شايفينه في ليبيا في تصور للمرحلة دي أو لما بعد إسقاط النظام ويمكن عشان كده احنا بمر بعض الصعوبات ولكن في النهاية خالص هذه الصعوبات وهذه المشاكل اللي احنا بنشوفها على أرض الواقع في مصر هي ليست غريبة ولكنها أشياء طبيعية جدا ترتبط بمثل هذه المراحل وحلها بياخد وقت وده برضو بيفرض دور كبير جدا على الإعلام يوضح لي أنا كمواطن إيه هي السلبيات اللي بتحصل لي ودوري إيه علشان أقلل تبعاتها أقلل تبعاتها مش همنعها أقلل تبعاتها ده دور مهم جدا طبعا من الأهرام الصفحة الأولى بطاقات الرقم القومي بالمحمول ده برضو في إطار مسألة الانتخابات للتسهيل على المواطنين اللي لسه اللي عايز يعني مثلا بطاقة جديدة اللي عايز جدد البطاقة إنه في خدمة جديدة بتوفرها وزارة الداخلية أنه ممكن بالتريفون بيبلغ المواطن على البيانات بتاعته وبيبعتوله بعد كده زي لجنة أو مجموعة علشان تتخلص مسألة الإجراءات بطاقة البطاقة والتصوير والحاجات دي وبيستخرجها في خلال يومين والحقيقة دي برضو خدمة كويسة جدا وشايفين في مجموعة من الخدمات بتحصل في الفترة الأخيرة إذا كنا بدنا نتقط بعض حاجات تتعلق بعد أوزارة الداخلية أو بمسألة الأمن ولكن هناك أمور أخرى أيضا تحدث يجب أن نشيد بيها برد طبعا